السلام عليكم اشتركوا في الفصحة و بخير رجعتكم لعادة فيديو جديد و الفيديو امتعنا بالنسبة اليوم بشيكون شوكولات شو و قايتها توا فيها البرد الدفي تعمل ستوسين كيف نتعضي المقادير شوكولات نواغ عندي كس مغارفة كبيرة سكر 300 مليلي لتر حليب مغارفة كبيرة نشي و مغارفة كبيرة كاكاو بودر نتعضي المقادير حاجة سيلة على الاخر في كسرونة نحط فيها كمية الحليب المكونات الكل اللي قلت لكم عليهم نحطها الكل مع بعضهم وبالنسبة للمكونات رو ضروري تتقيدوا بيهم بيش نجيكم شوكولات شو وبنينة متنجموش معناه تنقصوا حاجة ولا تزيدوا حاجة سينو تجيكم معناه يدرا كيف كيما نقصد متنجموش نقصوا الكاكاو بودر سينو تجيكم اللون متاحة كفاتح و كيف كيف الشوكولاتة زادة متنجموش نحيوها على خطر تجيكم القوامة بتاحك اللي هي ياسر مكونات ادوما بالحق مضبوطة جربوهم وتفكروني كيما اشوفوا حتيت كل شيء وبالنسبة للمشيء زادة حاجة اخرى رو هو اللي بش يعطيكم معناه قوام يكون شوكولات شو معناه تكون كلي ثقيلة معناه كل حاجة رو ضروري حاجة اخرى بالنسبة الكاكا و بودر اللي استعملتوا رو يكون كاكا و بودر مر ما يكونش حلوه ولا ما يكون شاكل يعملو به القهوة متاع الصغار سينو البصفة تتبدل كمبليت مو كيما اقولوا احنا تقطع بالحليب كاضافة عملتها حتيت واحدة سكر باني سينو ما يش حاجة اوبليغاتوار و قبل ما نطيب الشوكولات شوامتاي كيما تشوفوا ركثت كل شيء مع بعضو بش نضمن كلين شاي يتحليف الحليب و كيف كيف زادة الكاكا و بودر يتحليب الباي في وسط الحليب على خطر زوز يبداو كلي يسر فيهم كعابر كسوان شاي و الا الكاكا و بودر طو كيما تشوفوا باش نطيبها بالبأي ووقت اللي قريب التيب سايا باش نحط كمية الشوكولاتة اللي عندي بالنسبة لي عملتش شوكولات نواخ و محاطيتش طابلية الكل بالنسبة لي استعملت النوعية ديكا سينو تنجموا تستعملوا اي نوعية متاع شوكولاتة متوفرة عندكم تنجموا حتى شوكولاتة رخيصة و تجيكم بنينا و دي الشوكولات شومتاي بعد ما حضرت كيما تشوفوا باش نحطها سايا في الكيسة ديكا وباش نعملها شوية كرام شانتي شوية كاكا و بودر هكا من الفوق للزينة وبالنسبة للكمية اللي اعطيتها لكم رو تعمل لكم زوز كيسين بهين معنا بالنسبة لها جز حتيتها في الكاس اذاكا يرفع منها 450 مليتر كميم رو كاس كبير علي وصفنا كنت لليوم ستكوني جاد ببنين على الاخر تستحق التجربة وننصحكم بكلكم باش تجربوها دعم قريكي بشغلكم بسلامة في امان الله وان شاء ملتقنا فاصف اتخلين